صندوق النقد الدولي توقع انخفاض معدل التدخم في مصر وكمان توقع بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر من 2.7 من 10 في 2024 ل4.1 من 10 في عام 2025 طبعا الكلام ده بيجي نتيجة لتوجيهات سيادة رئيس عبدالفتاح سيسي بمراجعة الإجراءات مع صندوق النقد الدولي طبعا أي أساس توقع الصندوق هذا الأمر واستند على إيه وإلى أي مدى الاقتصاد المصري ممكن يأخذ خطوات أو يعمل قفزات في الأيام القادمة خليني نتكلم عن هذا الأمر بالتفصيل وبصحبتنا الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القارة للدراسات الاقتصادية حيكلمنا عن هذا الأمر بالتفصيل أهلا بحركة دكتور أهلا بحضراتكم أهلا بحضراتكم كيف قرأ صندوق النقد الدولي هذه التوقعات هل أتت في ظل إلى ماذا استند حتى يطلق هذه التوقعات طيب بداية كلمة معدل النمو الاقتصادي يعني معناها زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي يعني زيادة حجم السلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل الدولة خلال عام فتوقع الصندوق النقد الدولي أن الدولة المصرية تقوم بزيادة هذا حجم السلع وحجم القدمات التي تقوم داخلها خلال عام القادم اللي هو 2025 بين نموه حوالي أربعة واحد من عشر في المائة طيب السنة دي كان كام؟ السنة دي على اتنين وسبعة من عشر في المائة طيب التوقع ده بيأتي بناء على إيه؟ بيأتي بناء على مراجعة السندوق للوضع الاقتصادي المصري ومعرفة التحديات اللي بيواجهها ومعرفة أيضا أنه فكرة الاستثمار إيه؟ المشروعات التي تقومها الدولة المشروعات التي يتوجه القطاع الخاص إليها حجم الاستثمار المتوقع خلال الفترة القادمة خطة الحكومة في ترشيد الإنفاق وبالتالي بيأمل مجموعة من المعادلات والمحاسبة وبيبدأ يحط توقعه التوقع ده ما بيكونش هو التوقع النهائي ده توقع مبدئي ممكن يجي على أول يناير 2025 يقول لك والله لا أنا متوقع يكون لا الزيادة بدل أربعة واحد من عشر أربعة وستة من عشر لا ممكن يوجع تاني لثلاتة وتمانية من عشر طيب أنا عشان أوصل لهذا المعدل أو قيمة المعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لأربعة واحد من عشر ده نعمل بساطة إن أنا محتاج إن أنا يكون عندي زيادة في حجم الاستثمارات التي تأتي للدولة المصرية سواء كانت استثمارات محلية أو استثمارات أجنبية ده وجوز لأن الاستثمار في حد ذاته مش هدف الاستثمار ده وسيلة وسيلة في إيه إن أنا أفتح مشروعات جديدة إن أنا أذود الإنتاج إن أنا من السلع إن أنا أصدر للعالم الخارجي إن أنا أعمل اكتفاء ذاتي إن أنا أقلل فاتورة الاستغاد إن أنا أشغل عمالة إن أنا أقلل معدلات البطالة وبالتالي فكرة إنه يكون عندي الاستثمار ويمكن ده أعتقد إنه فكرة إنه الصندوق يعلن ده أو يعلن هذا التوقع أعتقد ده يعني فيه إلزام على الحكومة المصرية إنها تبدأ فيه فترة قادمة عملية جذب الاستثمارات عملية وضع حوافز للمستثمرين تيسيرات للمستثمرين عشان أجذبهم لفتح أو التوسع في المشروعات القائمة طيب خلينا نتكلم كده مش بالاقتصاد خلينا نتكلم كده باللغة الدرجة بحيث أن كل الناس اللي قاعدة تبقى متابعة إحنا بنقول إحنا عندنا نتج محلي بيحصل فيه تغير وبيحصل فيه زيادة ده معناه هيأثر إزاي على معدل التضخم وخلينا برضو نقولها كده باللغة الدرجة معدل التضخم ده يعني طيب معدل التضخم هو زيادة في سعر السلعة يعني أنا النهاردة بشتري والله اللي كنت بشتري بجنيه هشتري بجنيه وربح مثلا ده بالظبط وده نفس النسبة المتاحة في مصر يعني نحن نكلم في معدل التضخم في مصر بيطرح من 25 إلى حوالي 28% طيب ده يبقى أنا اللي حاجة بشتريها بجنيه زادت بجنيه وربح أو 130 قرش ده معناها التضخم اللي هو الزيادة في السعر طب لما أنا أكون بزود الناتج المحل الإجمالي بالتبعية الأسعار بتنخفض طب ليه لأنه زيادة الناتج المحل الإجمالي يعني بزود السلعة اللي بيتم إنتاجها فلما زود السلعة بيتم إنتاجها فبتبقى أكثر عرضا أو المعروض منها كثير داخل السوق وبالتالي يبقى الطلب أنا غطيت جزء كبير جدا من الطلب فبالتالي الأسعار تبدأ تنخفض فيبقى أنا فكرة أن كل ما زود مشروعات أو كل ما توسع في مشروعات قائمة يعني لو أنا في مصر مثلا بنتج مليون مثلا مثلا بنتج 50 ألف عربية لحنتج 80 ألف عربية فأسعار العربية تتنخفض لأن أنا وصلت المرحلة أن أنا زودت العرض من السلعة فده بالنسبة يقص عليه بقى كل السلعة وكل الخدمات الموجودة داخل الدول فكلما زاد معدل النمو ده معناها بالتبعية بينخفض أو أحد عوامل المؤسسة في انخفاض التدخم أو انخفاض معدل الأسعار لماذا نعاول دائما على قصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في حين نحن عندنا مثلا ممكن نشتغل شوية على ملف السياحة ويبقى عندنا دخل من العملة الصعبة ده على المدى القصير نشتغل على ملف الصناعة وده على المدى المتوسط أو المدى البعيد ويبقى عندنا دخل عملة صعبة دايما بنقول الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في حين لما توقفت عجلة الانتاج في العالم عن الكورونا ومن بعدها الحرب الرسالة الأكرانية يعني بات من الصعب أن يعني يتم الاعتماد بشكل مباشر على هذا الأمر طيب هو بداية لازم يكون عندك تنوع في مصادر والدخل الخاصة بيك يعني فكرة أن الدولة تعتمد على مصدر واحد أو يكون هو المصدر الأساسي وليكن السياحة فقط مصحة طبعا الصناعة فقط مصحة لكن التنوع في مصادر الدخل هو ده المفيد طب أنا ليه بقول دايما يعني الاستثمارات الأجنبية احنا قلنا المحلية والأجنبية بس الأجنبية انت عندك إشكالية انت عندك فجوة تنمولية يعني عندك انخفاض في الحصيلة الدولارية التي تأتي للدولة المصرية عن المطلوب انها يخرج من الدولة المصرية انت بيخرج من عندك فترة استراد من خارج حوالي 88 مليار دولار إلى 90 مليار دولار وممكن السنة ده 24 تزيد عن ذلك عند حضرتك أصارت وخدم الديون فبتخرج من الدولة أموال طيب عند حضرتك الحصيلة اللي بتأتي ديك لها عن طريق قناة السويس وحصل فيها انخفاض ما يقوم من 50-60% عند حضرتك سياحة والحمد لله جيدة ربما تأثرت جزء من السياحة في موجودة في سيناء في إلغاء كثير من الحجوزات في شرم الشيخ ودهب وطابة ورأس محمد والمناطق السياحية المتلحمة في منطقة التوطرات الجيوسياسية الموجودة في هذه المنطقة لكن عندك تنوع في الاقتصاد ففكت ان انا اجذب استثمارات كل العالم النهاردة بيجذب استثمارات بدليل ان انت النهاردة لو بصنا على المنطقة العربية اللي احنا فيها كنا الاول احنا الوحيدين على خريطة الاستثمار النهاردة عندك السعودية بتحاول تجذب استثمارات عندك دولة المغرب بتجذب استثمارات عندنا الامارات فبدأ فيه هناك نوع من انواع المنافسة فكلما ذهدت المنافسة لازم ان انت تقدم ما يطلق عليه تيسيرات تسهيلات للمستثمار تبتعد عن الروتين تبتعد عن البيوكواتية وتبدأ تجذب المستثمار حتى المحلي وحتى المستثمار المحلي ما هو ممكن يطلع بره واحنا شفنا نمازج من المستثمارين مصريين طلعوا خارج مصر عملوا استثمارات وده شيء جيد لكن انا النهاردة من عايز اخلي المستثمار المحلي ده يأمل استثمارات كلها داخل مصر وايضا اجيب المستثمار العربي او الاجنبي يقيم مشروعاته داخل مصر ولكن انا بقل اقول ايه التوجهات او ايه القطاعات اللي انا عايزة وليكن قطاع الصناعة وده قطاع مهم جدا ان يكون فيه جذب للاستثمار ان انا عايد احول المواد الخام اللي عندي بدل ما صدرها مواد خام ان انا اقوم بتصنعها وزود المكون السلع المحلي وصنع منتج محلي وبالتالي يبقى انا قضيت على فكرة الاستثمار وزودت انتاج المحلي طيب صندوق الناد الدولي متوقع ليبقى فيه مراجعات قريبة جدا متوقع ايه هو اولا كان فيه مراجعة المراجعة الرابعة احنا عملنا الحمد لله ثلاث مراجعات مع صندوق النقد الدولي وكل مراجعة كان نتج عنها حوالي 820 قصة اللاقصات التي تحصلت عليها الدولة المصرية 820 مليون دولار في كل مراجعة المتوقع في المراجعة الرابعة يكون حصيلتنا منها او الكست اللي استحق للدولة المصرية 1.3 مليون دولار المراجعة الرابعة اعلنت مديرة الصندوق انه هتأتي لمصر خلال ايام القليلة القادمة لمناقشة الوضع لاقتصاد المصر يمكن رسالة الرئيس اعلن او افصح انه يجب على الحكومة انها تتخذ اجراءات مع الصندوق انها تبدأ تعيد التفاوض او تعيد التفاوض مع الصندوق في حزمة الاجراءات التي بيتم شيء مهم جدا لانه من حقنا كدولة طالما ان احنا عدوا في الصندوق طالما بيتم مراجعتنا طالما ان احنا ملتذمين بالبرنامج الاقتصادي لمصر فرضته على نفسها او وضعته الحكومة على نفسها عشان تقلل او ترشد انفقها من ناحية وتزيد ارادتها يبقى عندها فوائد مالية تقدر تسدد التذامت انا اقدر اعمل ده بس بدل مضغطه في سنة او سنتين لا يكون هناك في الامر ساعة وان انا يعني يتسع مدة البرنامج لاكتر من ده طب ده بيتوقف على ايه اولا قناعة السندوق بوجهة يعني وجهة الوجهة النظر الخاصة بنا المفاوض المفاوضين اللي هيتم منقشتهم في هذا الامر ان انت تبين الوضع الاقتصادي الموجود وانه فيه ضغوط شديد على المواطنين ونتيجة الاجهات اللي بتتخذها الدولة فلازم يكون عندي ساعة في هذا الموضوع ويتسع لأكتر من فترة بدل ما يبقى سنة يزيد لسنتين او ثلاثة لكن في الاخر انت ما بتغيرش الاجهات انت بتزيد المدة وممكن تخفف من حدتها وده مهم جدا وهذه نقطة مهمة جدا ان احنا نوضحها الاجهات هي بتبقى موجودة وشبه ثابتة القصة كلها في توقيت تنفيذها وكيفية تنفيذها بالضبط توقيت التنفيذ وده مهم لان انت بتلتزم ببرنامج كلمة برنامج يعني يعني مدة زمنية محددة ان انت هذه المدة الزمنية لأ ممكن تطول شوية تبقى مدة أطول تبقى أطول يعني ده حتى بقى التفاوضات يعني ده ما نظرش احنا عادينا نقوله ده التفاوض اللي هيتم من خلال الجانب المصري مع الجانب الموجود من الصندوق ان انا والله عنده ضغوط عندي اشكالية في داخل الموزنة عندي عايد اعمل اعادة هيكلة للقصة الخاصة بالمحوقات عندي اعادة هيكلة في قصة الدعم انا النهار ده في اجراءات تحول دعم نقدي ولا دعم عيني كل دي اجراءات فممكن ازيد من المدة الزمنية بحيث بانا عندي يعني سهولة او تقليل الضغط المتاح حاليا ان انا في الفترة القادمة متوقع دخل اكبر للدولة المصرية من خلال استثمارات جديدة سوف تقتل للدولة المصرية فيبقى عندي حجم ارادات اعلى فبالتالي العجز الموجود في الموازنة العامة يقل فبالتالي ان الدولة مصرية ما تضغطش على المواطن او الاقومة ما يبقاش هناك نوع من امع الضغوط الموتاحة حاليا السندونة الدولة ايضا قال ان هو مقدر جدا حجم الاعباء الموجودة على اقتصاد المصري بوجود تسعة مليون ضيف على اراضيها تعتقد ان هذا الامر ممكن يعني ازاي يعني يكون سبب في التفاوض مع صندوق النقد بشأن يعني هذه الخريطة الاصلاحية وجود ضيوفها قد مصر ممكن ممكن يعني منذ القدم هي السند والدعم لكافة الدول العربية النهار احنا متواجد على الارض المصري وفقا اخر احصاريات وفقا لتنصحات الحكومة حوالي 10 مليون ضيف على الارض المصرية طبعا بيتحصلوا على كافة الخدمات وكافة السلع الموجودة في الدولة وبالتالي ده يمثل عبء على الدولة المصرية طب انا مش هقول هنستخدمها كبار التفاوض مع الصندوق ولكن بتوضح انه امام الصندوق ان انا عندي اعباء مالية ان انا حتى لعشان اعيد هيكلة هيكلة المحروقات فلازم اعيد ما يطلق عليه الكارت لو نرجع بالذكرة كده كان فيه سنة من سنوات بدأنا فكرة الكارت الخاص بالمحروقات وتوقفت هذه الفكرة طب النهار ده انا عندي 10 مليون دول بيتحصلوا على البنزين بيتحصلوا المصر لانت محتاج النهار ده تفصل وتدي اللي هو الضيف الموجود على الأرض المصرية الخدمات ولكن بسعارها رسمي يعني انا ما ينفعش كحكومة ادعم الضيف الموجود في مصر لكن ادعم المواطن يعني انا لما اي حد يسافر مننا بره في الخارج الحكومة هناك ما بتدعموش لكن بتدعم اللي هو ابن الدولة فانت النهاردة محتاج ان انت تعيد السيارة بتاعت المشهد الخاص بالمحروقات ان انت تعمل الكبت الخاص بين المحروقات يبقى ده للمواطنين يبقى ضيوف مصر وايضا اعضاء الوفود الدبلوماسية ايضا ما يحصلوش على الدعم المقدم ديهم وبالتالي ان انت اعادة السيارة ده ده اداء من ادوات اللي انت تقدر تتفاوض بها خلي بالك ان حضاك الاتفاقية بين المصر موقع عليها او ايضا اتفاقية السندوق النقدة عامة منذ 1945 حتى الان فيها المواد التي تسمح اذا كانت الدول التي تتحصل على اقتراض او على تمويلات او على برنامج انمائي داخل السندوق بتتعرض لمشاكل داخلية لان انت من حقك تعيد التفاوض مع السندوق وتجدد هذا التفاوض بمجموعة من الاجراءات بتخفف وطقة البرنامج او تطيل من مدة زمنها عظيم جدا طيب يمكن كان فيه توجيهات كمان من سيادة الرئيس للحكومة بشأن مراجعة الاجراءات مع السندوق ازاي ده ممكن يؤثر على يعني الاوضاع الموجودة في المنطقة بصفة عامة واحنا عارفين ان طبعا الاوضاع الموجودة بتؤثر على الاقتصاد المصري وبتؤثر على الاقتصاد بصفة عامة في المنطقة العربية وفي الشرق المراجعة الرابعة لازم هتتضمن جزء التوترات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة وتأثرها على الاقتصاد المصري زي ما قلنا احنا مصر تأثرت بشكل كبير جدا احنا عندنا قناة السويس فقدت جزء كبير من الدخل الخاص بها وده من 5-6 مليار دولار سنويا وده رقم كبير ايضا بنتحدث عن وجود كثير من الضيوف التي اتت للدولة المصرية اللي كنا بنكلم عليه من السودان ومن ليبيا ومن فلسطين ومن العراق ومن اليمن دول كثيرة جدا او مواطنين في هذه الدول العربية بدأت تأتي الى الدولة المصرية وخاصة اخوة السودانيين بنتكلم ايضا وقت ضغط بنكلم على انخفاض السياحة في المنطقة الموجودة في سيناء وبالتالي دي ايضا وقت ضغط حصلت على الاقتصاد المصري في ظل هذه الاوضاع وفي ظل التوترات الجهي السياسية وايضا النهاردة كل الحدود المصرية للأسف كلها فيها نقدر نقول انها ملتهبة فيها مشاكل سواء كان في الجنوب في السودان سواء كان في الغرب في ليبيا سواء كان هذه الاحداث الموجودة افترض تأثير سلبي على الاقتصاد المصري حتى ان السفن النهاردة اللي بتعدي على قناة سويس وعلى البحر المتوسط بدأت شركات الشحن العالمية تزيد من كلفة التأمين على البضاء الموجودة على هذه السفن نتيجة انها بتدخل في منطقة التوترات في منطقة الشوك الأوسط وبالتالي فحتى التكلفة الخاصة بالبضاء اللي بتاعت تحتاج تاخد دعم من الصندوق دعم هنا مش بمعنى نحن نتحصل على أموال جديدة ولكن دعم ان انت تعيد المشهد الاقتصادي معاه وتعيد فكرة البرنامج الذمني المخصص مع الصندوق في سداد التمويل وايضا ان انت تتحصل على دفعات أكبر من التي تتحصل على حالها على حال احنا في انتظار المراجعة الأخيرة على صندوق النقد الدولي وإنما تكون طبعا بطبيعة الحال في صالح دول المصري وفي صالح المواطن المصري ايضا شكرا لك الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية شكرا جزيلا شكرا